أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العاد على الأهمية التي تمثلها المؤسسات المالية والمصرفية في رفض مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي لمملكة البحرين مشيرا سموه إلى ما وصل إليه هذا القطاع الحيوي من مستويات متقدمة بفضل البنية التشريعية والتنظيمية والكوادر الوطنية المؤهلة التي تتمتع بها المملكة ما أسهم في جذب المؤسسات والاستثمارات المالية والمصرفية التي تسهم في خلق الفرص النوعية أمام المواطنين وفق المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم السيد ادموند لي رئيس مجلس الإدارة المؤسس لبنك سنغفور الخليج اس جي بي حيث أشار سموه إلى ما تتمتع به المملكة من بنية تحتية رقمية متطورة وفق أعلى المعايير الدولية وأهمية مواصلة تطويرها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة لافتا سموه إلى أن إطلاق بنك سنغفور الخليج خدمته المصرفية في المملكة سيصهم في تعزيز التحول والتطور الرقمي للعمليات المصرفية والدفع بها نحو مزيد من التقدم من جانبه عرب رئيس مجلس الإدارة المؤسس لبنك سنغفور الخليج عن شكره وتقديره لصاحب السموه الملكي نائبي جلالة الملك ولي العهد على ما يوليه من حرص واهتمام بتعزيز التطور والتحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي معربا عن تمنياته لمملكة البحرين بدوام التقدم والازدهار اشتركوا في القناة